يعني اليوم أنا توقفت كثيراً عند البيانة الذي أصدرته أسماء كنبش النائبة البرلمان العراقي وشقيقة سعد كنبش الذي انتقل إلى رحمة الله واللي كان متهم وسجين ومحكوم أربع سنوات بيان السيدة النائبة ملفت للنظر ومر مرور الكرام وكأنها قصة عادية جداً تحصل وحصلت وسيحصل مثلها الكثير لما تقول أنه أخوه هناك جهات قامت بتهريبة وهذه الجهات على حدقه والأسماء أرادت أن تقفي اعترافاته لأن اعترافاته خطيرة هذا الكلام بحد ذاته ميبات للصبح من قبل الأجهزة الحكومية والقضائية وهيئات النزاهة والرقابة أن تأتي أسماء السيدة النائبة وتقعد قدام الادعاء العام تقعد أمام السيد رئيس مجلس القضاء تقعد أمام المحكمة الاتحادية تقعد أمام السيد الرئيس مجلس الوزراء تقولها يا سيادة النائبة أنت باسم الرئي العام مطالبة أن تكشفي أسماء أسماء هذه الجهات ولماذا هربت هذه الجهات وشلون طلعت هذه الجهات ولماذا طلعت هذه الجهات ويظهر علينا السيد الرئيس يقول هذا الذي قمنا به لأن هذه الجهات جهات سرقت العراق وهذه الجهات هربت متهم بالفساد بسرقة أموال العراقيين أو الله ما لدي ضياء الحق رح يعثرهم واحد واحد وتقول السيدة النائبة أيضاً أنها لديها وثائق تثبت براءة المتهم الذي انتقل إلى رحمة الله حس هذه يعني الرجال رح انتقل أنا ما رد ناقش راح الرحمة الله ما رد ناقش هذه القضية لكن أريد عارب يعني مواطن متضرر ياه اللي جهة هربت سعد كنبش وأنا متأكد هي الجهة اللي هربتها هي الجهة اللي نقلتها للموصل وهي الجهة اللي خبرت عليها زين هذه القصة واضحة ضيفكم جهز له بعد يا شباب بعد الضيف ما جاهز فخلونا بهاي الربابة فإذا إذا الفساد تحول لهول أكبر مما كان عليه وتحت مرأة ومسمع ويصدر به بيانات رسمية من نواب يسمونهم ممثلي الشعب أكيد هذه الجهة محمية وأكيد هذه الجهة متنفذة وأكيد القضية مثلا بها تراطيش حش هواية والملف موجود بالقضاء والسيدة أسماء تقول تم التلاعب بالأوراق اللي موجودة بالوقف السني لكن الفندق بقصة وبمساومات وبمتنفذين يقال أكو ناس قبضة فلوس ويقال أكو ناس أخذت بيوت بالجادرية ويقال القصة مفتوحة والسيدة أسماء القضاء يجب أن يطالبها أن يطالبها أن تكشف عن الجهة التي قامت بس لا تطمطموها لأن هي ما تطمطم إذا ما تطلع اليوم تطلع باشر يهلوا ليد الاتفاق ويهلوا ليد الهرب والملف القضاء يمن وهي حقوق شعب تمتقولون يا بشفافية تمتقولون من حق الناس من حق الإعلام أن يصل المعلومة يا دولة رئيس الوزراء ويا دولة رئيس مجلس القضاء السيد فايق زيدان العراقيين يناشدون أنه السيدة أسماء مطالبة أمامكم وأمامنا كشعب أن تكشف لنا من هي الجهات المتورطة لأن عدنا هواي نهزبا عدنا وزير الدفاع السابق نزم عدنا وزير الكارباء السابق نزم عدنا مدرع عامين هواي نهزبا عدنا ارهابيين بلالفين باعتاش هواي نهزبا عدنا هواي قضايا نهزبا هل هاي الجهة هي نفسها النافذة اللي هربت الدنيا كلها